أشهد تحالف الأحزاب المصرية بقرارات الحكومة اليوم والخاصة بإقرار علاوة استثنائية للعملين بالدولة ومد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى الثلاثين من يونيو الفين ثلاثة وعشرين ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف جنيه ووجه أمين عام التحالف النائب تيسير مطر الشكر للرئيس السيسي على قرارات الحكومة التي جاءت تنفيذا لتوجهاته ونوه بأن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تهدف لرفع المعاناة عن المواطن لافتا إلى أن هذا القرار خير رد على أهل الشر الذين يتداولون أنباء كاذبة كنوع من التحريض ضد الدولة المصرية